بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نصائح رمضانية للمرأة الحامل والمرضع في رمضان لا يوجد خطر يهدد صحة الأم الحامل أو المرضعة أو طفلها إن صامت في معظم الحالات بل إن لصيام الحامل في رمضان العديد من الفوائد العلاجية للعديد من الأمراض وخاصة أمراض الجهاز الهضمي لكن من الضروري عند صيام الحامل تزويد الجسم بما يحتاج إليه من سعرات حرارية وبروتينات وكربوهدرات وأملاح ودهون وفيتامينات وبالرغم من ذلك رخص الإسلام الإفطار لحالات خاصة بالحوامل مثل التي تعاني من تسمم الحمل والسمرار القيء وارتفاع ضغط الدم وبعض المشاكل الكلوية لذلك من المهم استشارة الطبيب في ذلك وفيما يلي نصائح غذائية للحامل والمرضع في رمضان اختيار أنواع الطعام المتنوعة التي تغطي احتياجات الجسم من كافة العناصر الغذائية بكميات متوازنة في وجبة الإفطار مثل البروتينات بأنواعها والأملاح المعدنية والحديد لتكوين الدم والكربوهدرات مع ضرورة شرب كميات كافية من الماء والسوائل وتنصح المرأة الحامل بتناول التمر والحليب على الإفطار ويفضل تناول طبق السلطة قبل الإفطار والابتعاد عن القهوة والشاي على وجبة الإفطار أيضا اختيار وجبة سحور غنية بالخضروات والفواكه والإكثار من تناول العصير الطبيعي الطازج لتقليل العطش نهارا كما ينصح بالتقليل من المخللات والسكريات والحلويات والأطعم المضاف إليها الملح والتي تزيد الشعور بالعطش أيضا تجنب التعرض الطويل لأشعة الشمس وخصوصا في التقس الحار أيضا زيادة استهلاك مصادر المغنيزيوم مثل الحبوب الكاملة والبقوليات والتمور واللحوم والحليب ومنتجاته والخضروات الورقية لأن نقصه يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والوهن وتشنج العضلات كما أن هذه الأطعمة غنية أيضا بحمض الفوليك الضروري للمو الجنين وللوقاية من تشوهات الحبل الشوكي الخلقية أيضا الابتعاد عن اتباع نظام غذائي وحمية غذائية لإنقاص الوذن لأن ذلك فيه ضرر عليها وعلى جنينها وليس خلال الصيام فقط بل في الأيام العادية أيضا ودائما أبدا الحمد لله على نعمه مع تمنياتي للجميع بدوام الصحة والعافية وإلى اللقاء مع معلومة صحية أخرى ترجمة نانسي قنقر